السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي خضراتكم جميعا? طبعا احنا نرحب بالبشمونس احمد حليم. هو اه بشمونس معماري. وان شاء الله النهاردة هيكلمنا عن ورشة عن مقدمة عن برنامج داينامو وفكرة عمله. واسسيات البرنامج. والتسطيب وشرح للواجهة. وهتكون ان شاء الله ورشة ممتازة وجميلة ان شاء الله. وهيفدنا بشيء من خبرات حضرته. اه بشمونس احمد حضرتك جاهز. اه خير انا جاهز طيب ممكن حضرتك تمام. كده تمام الشير سكريين واضح. طيب. يعني شاكر ومباشر بس يعني انا محتاج برضو يعني يبقى فيه تفاعل في المحثرة وفيه اي اسرة واقومة لو فيه اي استفسار او اي حاجة مش واضح. انا حاول اشوف الرسائل يعني. ولو مسلاك شريط المنظم مع راتي يعني. يعني. الفكرة يعني. 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 لأول. باشكر المعندس عام رسالين. لانه. يعني. يعني. ده الفرصة ان احنا نتكلم من مهاردة. انا شايفين نفيد كثير يعني. يعني. اساسا المشاركين فهذا الشيء ممتاز. واتمنى انها تبقى يعني. اساسا المفيدة لكل. فانا باشكر المنصر والسليم لدينا الفرصة دي. وان شاء الله يعني. يعني. مبنى على كده. لو فيه. لو فيه. لو فيه. رد فعلي ايجابي من دي. ممكن نكامل تاني يعني. اثنين وثلاثة واربعة منطل الله اعلم. البداية. يعني. يعني. حضرت. حضرت بريزنتيشن سريعة. يعني. بتتلخص في كزا مقطة رئيسية. الاول اعراف نفسي. بعدين. انا نتكلم عن برنامج داينمو بشكل عام. اهميته. امكانياته. ممكن يعمله. ممكن. يفيدنا ازاي. سواء مهانسين معماريين. او مهانسين. او اي مجال. في مجال. البناء. بشكل عام. بعدين. هنتنج بسرعة. فكرة البرمجة المرئية. او. الان هي دي. يعني. بيقوم عليها. فكرة البرنامج. بعدين. هنتشوف برضو ازاي. المبتدئيين. لان. يعني. لان. بتوقع. في الليلة. او. في المحاضرة دي. من اغلب. اللي يشوفه. مبتدئين. فهنشوف معه. ازاي. او اي مصادر. اللي ممكن. تستخدمه. علشان. تتعلمه. تدعو. تتعلمه. داينمو. من البداية. بعدين. هنتكلم عن. الاساسيات. البرنامج نفسه. ازاي. ننزل. برنامج. ازاي. نسطابه. ووجهة. المستخدم. اه. اه. ثلاث امثلة. هنبنيه مع بعض. من البداية. هنعمل السكريبت. من البداية للنهاية. مع بعض. علشان نشوف. ازاي ممكن. نعمل حاجة. اه. في البداية. انا هسأل شوية تسئلة. وياريت. يعني. ترد عليها بسرعة. يعني. في. 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 في الرسائل. لو في حد. يعني. استخدم داينمو قبل كده. ولا. عشان بس. اعرف. يعني. مستوى. اللي بيسمعه. تمام. ممتاز. طيب. هل في حد بيستخدم ريفت. او تو ديس كريبت. برنامج. تمام. ممتاز. طيب. السؤال الثالث. التخصص. ايه. يعني. هل. مجال عمارة. او. انشائي. او. كهرباء. سيفل. او. تمام. ممتاز. طيب. شكرا. اه. من خلال يعني. من خلال الردود اللي انا شايفها. انا شايف انه. اه. يعني. ان شاء الله. نعرف. نستفاد على الاقل المقدمة الليلة. اه. الاغلب. اللي. wieın. يعني اللي مشوفوهم. مماريين. ف دا شيء كويس. لسيء. إننا انا. مماري. بس طبعا. دا ما يمنعش. اشتغل بي اي اي امانجر في شركة اسمها ايا اسوشيب في مدينة باريس في فرنسا من 2016 اشتغلت في القاهرة لمدة 3 سنين كمان اسم عمالي بس لكن بعدين اتخصصت في البي اي اي ام هنا في فرنسا الشركة بتاعتنا اغلب مشاريع مشاريع مستشفيات فبالتالي مشاريع حجم كبير وهنا في فرنسا الملاك المشاريع بيهتموا جدا بفكرة البي اي اي ام بيبقى لها يعني بيبقى لها جزء كبير من ميزانية المشروع على شان المشروع يتم بشكل كويس ويوصل الى نتيجة المكتوبة انا برضو الفت كتاب في برنامج الدينامو بالتعاون مع شركة auto desk وشركة نشر اسمها المونيوتر هنا في فرنسا ده حسابي على اللينك ديل لو حد حابب يتابعني أو يتواصل معي طيب، أنا هابدا بمباشرطن دلوقتي في فكرة البرماجة المرائية البرنامج داينومو ده برنامج تم تطويره تقريباً 2013 عن طريق فريق مبرمجين في شركة أوتو ديسك البرنامج بيشتغل على ريفت يعني أكثر استخدامه دلوقتي على برنامج ريفت اللي هو برضو من إنتاج شركة أوتو ديسك لكن برضو في برضو برامج تستخدم تاني داينومو زي سيفل 3D زي فورميت و 3D ماكس برضو في كذا فيرجن من برنامج داينومو بيتشتغل مع برامج مختلفة النهاردة نتكلم عن داينومو لريفت مش هنتكلم عن البرامج التاني برنامج داينومو دي أداة مفتوحة المصدر أو أوبن سورس بمعنى إنه ما لهاش تايسنس فبالتالي هو يعني أي حد يقدر يستخدمه بشكل مجاني في منه نوعين في منه نوع لازم يستخدم لازم يستخدمه مع برنامج من برامج أوتو ديسك فبالتالي إنت لازم تشري برنامج أوتو ديسك كريفت كبرنامج الواحدة بيتم مصدر فكرة إنه هو أوبن سورس دي برضو معناها إنه أي حد يقدر يعمل تطوير على البرنامج نفسه يقدر يعمل إنتاج لحاجة اسمها باكيجز زي حاجات بسيطة بحيث إنه يستخدم يقدر يوصل للمتاج أفضل عن طريق استخدام برنامج برنامج داينامو زي ما شايفيننا في الصورة العشمال شابه جدا ببرنامج برنامج 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 وبرنامج تانية بتستخدم نفس فكرة العمل وهي اسمها الفيجول بروغرامج الفيجول بروغرامج نتكلم عليها في سلايد بعدين بتفصيل لكن فكرتها بتقوم بشكل أساسي على استخدام نودز ووايرز بفكرة إنه إحنا بنبني اللوجيك بنبني اللوجيك اللي إحنا نستخدمه فحل المشكلة بدل ما بنكتب كود بدل ما بنعمل برمجة نصية بنعمل برمجة بشكل مرئي فبالتالي بيبقى بشكل أسهل لنا لإنه إحنا مش متخصصين في مجال البرمجة أغلب ما مش متخصصين في برنامجة فبالتالي يأسهل بكتير إنه إحنا نكتب نص ونتم أو نقوم بتطبيقه في برنامج ريفت برنامج داعمو ريفت بيتيح المستخدم إنه يشتغل بشكل مباشر مع أي مودل ريفت بمعنى إنه لو عندي مبنى عمارة مبنى مستشفى أنا بقدر من خلال برنامج داعمو إنه أتعامل مع شكل مباشر ونتواصل بشكل مباشر مع المودل بتاع ريفت قدرنا نغير حاجات قدرنا نضيف حاجات قدرنا نعمسى حاجات كل دا بيقدر أو كل دا بيتم عامره بشكل مباشر في الريفت في حد بيقول إنه يعني نقدر نساجل زي المايكرو في الأكسل بالضبط بالضبط كده هي شبيهة جدا بفكرة المايكرو لكن فكرة الداينامو أنت يعني مش مطلوب أو مش لازم تكتب كود زي المايكرو المايكرو أنت لازم يبقى عندك خلفية في الفيجوال بيزيك مثلاً لكن في داينامو الموضوع بمشكل أسأل بكتير عن فيجوال بيزيك أو بايثون أو سي شارب أو أي لغة برمجة نصية بعدين فكرة الفيجوال بروغرامينج أو البرمجة المرئية زي ما شايفين هنا مثلاً ننزل الصور دي هنا في الجزء الأعلى من السلايد ده صورة من داينامو ودي طريق التطبيق البرمجة المرئية في داينامو لكن الصورة اللي تحتها والجزء اللي تحت دي دي البرمجة النصية فزي ما شايفين هنا مثلاً إحنا هنا في الكود اللي هو النصي إحنا كتبنا الكود علشان في النهاية نوصل إحنا نعمل نقطة عشان نرسل نقطة في أي وجه مستخدم لأي برنامج سريسي لأبعاد لكن علشان نعمل النقطة دي في داينامو فإحنا بنستخدم فكرة مختلفة لكن بتقدي في النهاية النفس النتيجة وإن إحنا بنستخدم حاجة اسمها نودز وبنبدأ نوصل نوصل نوز زيب بعضها وفي الآخر بنوصل لفكرة النقطة برضو اللي إحنا عايزين نرسلها فبدل ما يعني المستخدم بيكتب نص أو بيكتب كود بناء على API معين لأ إحنا في بقى في نودز موجودة أساساً في البرنامج تم يعني برمجتها من خلال الناس اللي هم هو البرنامج إحنا كلنا علينا إحنا نتخيل اللوجيك أو المنطق أو المشكلة بتاعتنا إزاي نحلها وبنبدأ بنبني بناء عليها السكريبت داينامو لما بنتكلم عن ملاف داينامو إحنا بنقول سكريبت إذي فكرة أو اسم الملاف الداينامو بيبقى سكريبت فعلشان نعمل سكريبت إحنا بنستخدم حاجة اسمها نودز اللي هي المربعات أو المستطيلات دي وعلشان نوصلهم ببعضهم ففي الآخر نوصل نتيجة في الآخر فدي فكرة الـ Visual Programming هل دي واضحة لكل الناس ولا في حاجة مشوطة لحد الوقت لا انت مش محتاج يكون عندك خلفية خالص على البرمجة على الأقل انت لازم تكون مستخدم كويس لريفت تمام ممتاز بعدين ايه مكانيات برنامج داينامو داينامو ايه اهميته؟ ليه اساسا يعني الناس او اي حد المفروض يستخدمه بتستخدمه ليه؟ لو بتستخدم ريفت فانت اكيد عارف انه في حاجات كتير بيتم تكرارها كل يوم يعني انت بتعمل نفس الحاجة كل يوم وبتعمل نفس الحاجة ممكن يعني كزا مرة في نفس المدة اللي انت بتشتغل فيها على الموديل بتاع الريفت فدي بيسموها بالانجلش repetitive task بمعنى انك انت مثلا كل يوم عايز تعمل views تعمل في برنامج ريفت عايز تعمل duplication لل views عايز مثلا تعمل view للدور الاول والدور التاني وعايز تعمل تكرار للعمليات دي كل يوم بشكل متكرر فداينامو مفيد جدا للحاجات دي فكرة ان احنا بنعمل نفس الشيء كزا مرة لكزا مشروع او لكزا فايل ريفت دينامو ممكن يساعدنا كتير ان احنا نكسب وقت ونعمل automatization للمهام اللي احنا بنشتغل بيها في ريفت نقدر برضو من خلال دينامو ان احنا نوصل لملفات الريفت ومحتوياتها بسهولة نحنا بنقدر نتعامل مع قاعدة البيانات او ال data base بتاع اي فايل ريفت بشكل مباشر من غير ما ندور بشكل يدوي جوه الموديل نفسه لا احنا بناخل الدينامو ممكن نعرف كل المعلومات اللي تخص الفايل الريفت النقطة التالتة ان احنا برضو ممكن نطور استخدامنا لكن يعني دي نقطة متطورة شوية في استخدام البرنامج لكن دلوقتي في ريفت 2021 تم اضافة خاصية جديدة ان احنا نقدر نستخدم script dynamo ان احنا نعمل حاجة اسمها generative design بمعنى ان احنا نقدر نولد او نعمل design options كتير او نمازج تصميمية جديدة بشكل automatic بمعنى لو انا مثلا عندي شقة وحابب اعمل كذا فكرة تصميم التصميم الداخلي بتاع الشقة الطريقة الاعلى بالناس بيستخدموا لحد دلوقتي هي الطريقة الادوية بما ان انا بفكر وحابب ان انا حط الحمام هنا لا اوتونوم هنا لا الصالة هنا او اي انكام طريقة التفكير لكن دلوقتي مع dynamo generation design احنا بنيدي برنامج المشروع لدينامو ودينامو بيدينا حلول مقترحة بشكل automatic واحنا نقدر بقى ان نطور كل فكرة على شكل بشكل منفرد علشان نحسن منها او نوصل لشكل افضل الحاجة الاخيرة برضو دي يعني اللي بيتم استخدمها بشكل كبير في داينمو هي فكرة ان احنا بنتواصل مع البرامج التانية زي مثلا excel نقدر بسهولة ان احنا نعمل نعمل تصدير او export للمعلومات الموجودة في فايل ريفت لبرنامج excel وبردو نقدر نحن نعمل استيراد او نعمل import من برنامج excel لبرنامج ريفت برضو بسهولة وبردو نفس الكلام بينطبق على برامج اخرى زي sketchup زي 3d max زي الناس اللي بتستخدم مثلا اي اي اف سي كنوع فايلات علشان نتواصل مع اللي بيشتعلوا في المشاريع او برضو نحن نقدر بنامل export صور كل حاجة نقدر نعمل نوصل لها بسهولة عن طريق برنامج في حد بيقوله الصوت بيقطع هل الصوت بيقطع عند كل ولا بيقطع بشكل بشكل كبير ولا بشكل بسيط ولا يعزفها بس لانه اوكي طيب انا طيب هنكمل خامس اي ولو الصوت بيقطع انا هترى ان انا اوصل الكابل تماما اه هخش بعدين في فكرة ازاي احنا نبدأ نتعلم داينامو اه من اول مصادر المستخدم الجديد ان هو ايه عايز يتعلم داينامو في موقع اسمه داينامو برايمر ده موقع هو الموقع الرئيسي او الموقع اللي تم تطوير او كتابته يعني عن طريق الناس اللي هم عملوا برمجة للبرنامج اه والموقع ده بيقدم بشكل تفصيلي كل اساسيات البرنامج من البداية لنحاية من المستوى اللي هو المبتدئ جدا اللي ما عندهش اي فكرة عن 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 داينامو وعن الفيجول بروغراممين بشكل عام لحد ما تبقى خبير في برنامج داينامو المصدر كويس جدا مصدر ممتاز موجود فيه منه لغات كتير لكن الاسف نوفيش باللغة العربية لكن اللغة الانجليزية بتالي تبقى يعني بشكل بسيط لانه اغلب المحتوى بيبقى عبارة عن صور وسكرينشوت تأول مصدر للتعليم تاني مصدر للتعلم برضو هو المنتدى بتاع داينامو وده برضو المنتدى تم تطويره في حد بيقول كتابة ولا فيديو مش فاهم بصراحة يعني الشرح كتابة الشرح كتابة فقط لكن بتاعلي برضو فيه عندهم قناة على يوتيوب وفيها بعض الشرح لكن مش شرح تفصيلي هتلاقوا ويبينارس مثلا هتلاقوا زي ورش عمل هما بيعملوها عندهم في القناة بتاعتهم في اليوتيوب بحط اللينك بعدين لان انا مسيت احط اللينك بتاع القناة لكن البداية مهمة جدا فيه الدينامو بعدين فيه حد يقول ممكن استمرت التسجيل التسجيل في ايه؟ طيب انا اكمل لو في برضو اسئلة ارد عليها بشكل سريع تاني مصدر للتعلم هو منتدى ادعلمو وده منتدى برضو يعني اللغة الرئيسية فيه هي اللغة انجليزية لكن ده مكان ممتاز جدا لأي حد عنده اسئلة ان هو مبتدأ في البرنامج ومش فاهم حاجة بيخش تسجل التسجيل بشكل مجاني وتقدر تسأل السؤال والناس ترد عليك سواء مستخدمين مختلفين زيك او خبراء في البرنامج تالك مصدر للتعلم وده ممتاز بصراحة انا شخصيا اتعلمت منه كتير جدا وهو جامعة Autodesk او Autodesk University وده موقع برضو بيتم تنظيمه سانويا او حدث بيتم تنظيمه سانويا عن طريق شركة Autodesk ومش متخصص فقط في الدينامو لكن بيبقى فيه ورش عمل كتير جدا بتتكلم عن داينامو وفكرته الرئاسية انه بيبقى فيه ناس مدعوين بيعملوا زي feedback او بيشرحوا ازاي هما بيستخدموا داينامو في مشاريعهم او في شركتهم ففيه يعني فيه اتقدروا تلاقوا مثلا حاجات من 2015 لحد 2021 دلوقتي فكل السنة هتقدروا تلاقوا فيديوهات ودي يبرع عن فيديوهات المدات تتوصل مثلا ساعة ونصف ساعتين على حسب الموضوع اللي بتتم شرحه اتقدروا تشوف الفيديو فيه برضو ترجمها بالانجليزي بعض الاوقات اتقدروا تحمله presentation او الفايلات اللي تم استخدامها في العرض فدي بالنسبة لمصادر تعلم الدينامو او اخر حاجة هي المجموعات المستخدمين ودي حاجة يعني موجود منها في مختلف دول العالم انه في كل مدينة بيبقى فيه مجموعة اه لمستخدمين البرنامج دول الناس بيكمعوا يعني بيتعرفوا على بعض وبيتموا بيقوموا بتنظيم اه احداث احداث مثلا بشكل شهري او شكل اه على حسب يعني متوفر الناس اه قبلوا بموضوع الكورونا فيروس كان موضوع منتشر بشكل كبير انو بيبقى كل شهر بيبقى فيه تجمع في مكان والناس برضو بتيجي بتدي خبرات وبتسأل اسئلة وتعرض اخر الشغل اللي بيعملوه في البرنامج ففيه مجموعات كتيرة جدا على يعني على مستوى العالم اغلب المجموعات دي ليها مواقع الانترنت ووردو ليها قنوات على اليوتيوب واغلبهم بينزلوا الفيديوهات او بينزلوا نتيجة الشغل اللي بيعملوه بقى انا طريبا اسبوعين او حاجة يعني انا عملت جروب على فيسبوك وسميته داينامو ريفت فيعني الهدف منو ان لو حد مهتم انو يشترك انا احط اللينك ووردو بعضين في المحادثة علشان تضغط تشيركه لو عندكو اي اسئلة ممكن نرد وممكن نساعد بعض في برنامج داينامو دا بالنسبة للمقدمة هل في حد عنده اي اسئلة بخصوص الموضوع لحد دلوقتي ولا كده تماما تمام ممتاز لو تمام ليكو فتمام لي انا كمان وانا هابده دلوقتي اتكلم عن اساسيات البرنامج اه هنتكلم الاول عن تنزيل البرنامج وازاي نسبته انا طبعا اعرف انه عن نقطة يعني ممكن مكونش مهمة لناس كتير لان دلوقتي لو بتستخدموا اه لو بتستخدموا ريفت اه 2019 لحد ريفت 2021 السنة دي ده انا ببينزل بشكل اوتوباتك في ريفت لكن لو انتم من المستخدمين بتوع ريفت 2018 وما قبل ذلك الموضوع بيبقى محقد شوي لانه من 2013 تقريبا لحد 2018 يعني فيه نسخ البرنامج اللي بينفع تشتغل مع نسخ ريفت فلذلك فيه موقع اسمه موقع اسمه داينومو بينز ده من خلال الموقع ده لو انتم مستخدمين ريفت 2013 لحد ريفت 2018 وطمانتاشر لازم بيبقى فيه نسخة بعينة من ريفت ينفع تشتغل معكم في البرنامج فالفكر ان كنتوا لازم تعرفوا ايه النسخة الدينامو اللي ينفع تشتغل معكم وتيجوا هنا الموقع اسمه داينومو بيلدس هتوحلم في المحادسة اوكي الصوت طيب معلش انا طالما فيه مشكلة في الصوت انا هتطر ان انا يعني هتوقف لمدة دقيقة انا اطلقا لحد ما اوصل الكابل واكمل تاني معكم هلو دلوقاتي انا انا وصل الكابل اريد برضو لو بي موسيقى بصراه سباح الوقاتي برضو ريتعرفوني في النسائل عشان اكمل ممتاز طيب أكمل فكرة التسبيت أو التنزيل للبرنامج زي ما قلنا قبل كده أنه مش كل نسخ دينامو بتشتغل مع كل النسخ ريفت لحد 2018 لكن بداية من ريفت 2019 لحد دلوقتي لكن فيما قبل ذلك لو حابين تنزلوا البرنامج فهو من خلال موقع اسمه داينمو بيلت أنا حاطتي الموقع في الشات طيب هل المنظمين هل عندك أي فكرة ازاي عادل فكرة الصوت دي ولا لازم أسيب لازم أخروا أدخل تاني في زوم مسلا هو دلوقتي والصوت حاليا كويسة بشمانتس طيب تمام موكي ماشي تمام فكرة الكاميرا مرد بالممتازة طيب نكامل عشان خلص النقطة دي هي فكرة يعني انه لو حصل مشكلة ان داينمو مش شغال في ريفت بتاعك وعايز تنزل داينمو من الموقع فابتقدر تنزلوا من خلال الموقع اسمه داينمو بيلت التنزيل بشكل مجاني يعني الموضوع بفاسطة انه لازم تحدد الفيرجن او الاصدار اللي انت لازم تستخدمه وتدوس على اللينك اللي هو باللزرق وينزل الفايل وتقدر ان انت تسطبه بشكل بسيط وسهل انا عمل دلوقتي داينمو بسيط لكن يعني الموضوع مش هيحتاج اي الموضوع مش بتطلب اي حاجة خالص اكتر من تصيب اي برنامج عادي فانا مثلا لو هاخد او الاسطار بتاع 2018 انا هنزل البرنامج البرنامج طبعا مساحة دلوقتي ميتين واتناشر ميجا فانا ممكن اخد شوية يعني ديئتين او حاجة لكن مبجرد ما بينزل يعني بتطلب البرنامج زي زي اي برنامج تاني الموضوع مانفوش اي مشكلة خلاص ومانفوش اي صعوبة انا يعني مش هكمل موضوع التحميل ولا التصليب وانكمل بعدين لفاجهة او اساسيات البرنامج وواجهة المستخدم دلوقتي انا عندي ريفيت انا فتحت ريفيت دينامو بينزل في ريفيت وبيبقى موجود في خانة اللي هي بالانجليز اسمها مانج بالفرنساوي اللي هو فيه مستخدمي فرنساوي اسمها جيري فمقرد ما بيتم تصطيب داينمو معلش انا كان عندي يعني فايل مفتوح اقفلو مقرد ما بيتم تصطيب داينمو بيبقى موجود هنا في الخانة اسمها مانج او جيري وبيبقى موجود في الخانة او في او بروب اسمه او فيجول بروغرامي او بينزل مع داينمو دا دا دي الاي كون داينمو بيبقى موجود في الصورة بتاعته وقام بيبقى في حاجة اسمها داينمو بلاير داينمو بلاير دي ممكن نتكلم عليها بعدين لكن دي بيتيح انه المستخدم يقدر يستخدم الاسكريبت داينمو من غير مفتاح داينمو نفسه تبتالي داينمو اللي على الشمال اللي هو البرنامج الرئيسي دي يعني البرنامج دا او الناس اللي هما هيعملوا تطوير او بيعملوا برماجة للسكريبت اللي هو الجزء اللي يعملون اللي هو اسمه داينمو بلاير دا اكتر للناس اللي هما بيستخدموا السكريبت ما بيعدلوش عليه فالتالي لو انت او انت بتشغل مثلا بماناجر في الشركتكم فانتوا هيستخدمكم بشكل اكتر اللي هو دينامو على الشمال لكن لما مثلا حاببين تبعته الدينامو والسكريبت للمستخدمين اللي معاكم في الشركة مثلا او في المشروع فبالتالي هم يستخدموا Dynamo Player لانهم ما عندهمش خبرة في برمجة الكودات طيب فهفتح دلوقتي Dynamo ويبدأ نتكلم عن وجهة المستخدم والأساسيات بتاعته ممكن لو Dynamo بيتفتحه لأول مرة ممكن ياخد شوية وقت يعني شوية وقت دول ما بين 30 ثانية لديها مثلا على حسب على حسب طبعا الكمبيوتور بتاعكم وعلى حسب برضو المساحة المتوفرة على الوالسي العمل التالي برضو بيؤثر على مدة فتح Dynamo حاجة اسمها Packages اللي احنا نتكلم عنها بعدين ودي بتيبقى حاجات يعني اضافية تم تطورها من خبراء في Dynamo فبالتالي لو فيه كتير منها Dynamo بياخد وقت أطول علشان يجمع ال Packages دي بيحس انه تتفتح مع البرنامج دلوقتي تعريبا انا فيه هيبقى فيه وبياخد وقت أكتر من لازم علشاني لازم يعني اوصل على حاجة اسمها VPN طيب دلوقتي انا فتحت ريفت نسخة جديدة وهبدأ مشروع وهبدأ مشروع جديد علشان نشوف وجهة المستخدم في حد بيسأل افضل كتب لشرح البرنامج للأسف ما فيش كتب للبرنامج لسه يعني على الأقل لحد دلوقتي فيه كتاب الفرنسية واللي انا كتبته بس مش عارفه أو لا في حد بيقول بتكلم فرنسية او اكزامل كونكريبو لكرياتشون تنسكريبو باكزامل سكريبو لبلاندفونت ده سؤال ممتاز يا شاكيب انا ما هترجم بس سؤالك لانه اغلب الموجودين عربي المثال ده احنا ممكن ممكن نعمله في سيشن تاني لانه يعني دي حاجة مهمة برضو هنا جدا الناس بيستخدموها كتير لكن الموضوع موجود يعني الموضوع متاح وممكن جدا يتعمل يعني حاجة اسمها بلاندفونت السؤال من شاكيب يقول انه هو لو نقدر نعمل مثال عملي على ان احنا نعمل سكريبت داينامو ويقدر يتخلي حاجة اسمها البلاندفونت دي اللي هي السيلز بلان بالانجليزي او اللي هي الشورج مثلا اللي احنا عندنا مشروع مارا مثلا في مصر وعايزين يعني نبيع الشؤاء اللي هو التسويق اللي هي البلاندفونت التسويق بالظبط فبالتالي لما عندنا عمارة بيبقى في انواع محددة من الشؤاء متكررة فبالتالي احنا لازم نعمل نطبع PDF مثلا أو بروشورت بروشورت لكل شقة لكل نوع شقة فده موضوع بياخد وقت كتير جدا من المطورين العقريين او من الناس ثم بيشتغلوا في الانتاج مثلا المطورين العقريين لكن نقدر نحن نعمله بشكل سهل جدا عن طريق Dynamo فده نعم ممكن نتكلم عن موضوع هذا بعدين يعني في مرة ثانية مش النهاردة دلوقتي أنا فتحت Dynamo زي ما قلت لكم ببساطة من Manage بعدين Dynamo فأنا خلاص دلوقتي أنا جوه واجهة المستخدم بمجرد ما فتحت Dynamo هو دلوقتي بالشكل مباشر هو مربوط بRivet بمعنى لو قفلت Rivet Dynamo هيقفل لكن العكس غير صحيح بمعنى لو قفلت Dynamo Rivet هيفضل شغال لأنه Dynamo في الحالة دي يعني كأنه Add-on أو Plug-in شغال على Rivet مش العكس دي أول حاجة تاني حاجة واجهة المستخدم بتنقسم يعني لثلاث أجزاء رئيسيا الجزء العلوي اللي هو فيه ال-menus أو القوائم اللي الرئيسية اللي بتتيح لمستخدم انه هو يفتح فايلات يعاد الواجهة المستخدم يظهر أو يخفي حاجات حاجات اسمها Packages دي نتكلم عليها بعضين ويقل settings بتاعت البرنامج أو طبيطات البرنامج وآخر جزء هو بخصوص ال-help أو المساعدة من هنا من نقدر نفتح ال-examples اللي بتيجي بشكل أساسي مع Dynamo مجرد ما يبتين تصيبه بيجي مع أمثلة تم أساساً عمالة قبل كده فدي بتتيح لك انت كمستخدم جديد البرنامج انك انت تقدر تفتح أي منهم وتشوف إزاي عمل لأنه أغلب الحاجات هنشوف واحدة منهم كمان شوية أغلب بيبقوا مكتوب عليهم annotations بيبقوا مكتوب عليهم الشرح إزاي اتعاملت وهكذا فدي بداية ممتازة جداً لكم ورم تفتح Dynamo بعدين هنا برضو من نفس القائمة بتاعة المساعدة أو help نظر نحن نفتح حاجة اسمها Dictionary Dynamo Dictionary ودي حاجة برضو نفتح حالاً ودي تعريف مفصل لكل نود موجودة في Dynamo فبالتالي مثلاً لو أنا عايز أعرف مثلاً في نود اسمها مثلاً اسمها categories مثلاً فانا لو كتبت كاتيجوريز وأمتسرش هيديني كل النود الموجودة في Dynamo بأسمعها فانا لو فتحت مثلاً هيديني التعريف بتاعها هنا بس هم بيقول النود دي يعني بتدي للمستخدم كل الكاتيجوريز بتاعة ريفة الموجودة فبالتالي هنا فيه يعني شرح بشكل مفصل وبرضو وبرضو هنا فيه مثال عبر عن صورة وبرضو تقدر انك انت تنزل script Dynamo عن طريق البوتون ده والاختيار ده وبعدين تقدر تفتح كف Dynamo فيه تفاصيل لكن مش هنتكلم عن كل التفاصيل دي هنبدأ من البداية انه هنا فيه هنا يعني فيه ثلاثة ايكون رئيسيين هتستخدمهم بشكل كتير جداً طول الوقت وانت بتستخدم Dynamo دي بيتيح لك انك 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 انت تفتح يعني تبدأ file جديد تبقى script جديد فانا انا لو ما بدوس هنا بيبدأ لي file جديد ومجرد بيبقى فيه file جديد بيبقى الاسم اللي هو الاساسي بتاعه home دي بتيح لك انك انت تفتح script انت اساساً عملته قبل كده فانا لو دوست هنا هيفتح لي هيفتح لي folder موجود عندي وانا بعدين مثلاً هادر افتح الاسكريبت واشوف ايه محتوى فيه نقطة مهمة عن الفتح او الفايلات بتاع Dynamo ان Dynamo ما بيبتحش المستخدم يبقى فيه اكتر من script واحد مفتوحين في نفس الوقت انت لك الحال انك انت تشغل على script واحد فقط لغير فلذلك يعني لو انت عايز تبدأ script جديد او تفتح script جديد لازم تقفل اللي انت فتحه واكاية تفتح الثاني لكن تظهر انك انت تفتح مثلاً node في نفس الوقت وانت عندك script مفتوح هنتكلم الفرق ما بين script والnode كما نشروع اخلمنا عن الجزء اللي موجود هنا فوق اخر ايكون هنا اللي هي ان احنا بنعمل save او بنحفظ اللي احنا عملناه بعدين هنا على الشمال غالباً على الشمال دي نقدر ان احنا نقفلها او نفتحها ودي هي library او اللي هو المكان اللي موجود في النودز بتاعة البرنامج تحت هنا دي اللي هي اللي هي اللي هي تم تنزيلها من قبل المستخدم اللي بيستخدم dynamo تحت هنا خالص دي اللي هو طريقة العمل في السكريبت dynamo بتديدنا طريقتين ان احنا بمجرد بنعمل script يقيم ان احنا لازم ندوس على زرار علشان نقوله يعني اشتغل او ان احنا ممكن نخليه بشكل automatic فبمجرد من ان انا عمل حاجة هنا هيتم التأثير عليها او عملها بشكل مباشر في رفت الناحية التانية هنا على اليمين دي اللي هي اللي هما بيسموها workspace 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 او اللي هو الواقهة المستخدم ان احنا نستخدم ان احنا نعمل او نحنا من خلال الزرار الليل العالمين دول ان احنا نشوف لو فيه جيومتري ان احنا نشوف الواقهة اللي هي الخلفية بتاعة الجيومتري اللي احنا عملنا ده بالنسبة لواجهة المستخدم هبدأ دلوقتي ان انا اعمل حاجة بسيطة جدا ونشوف معناها ايه اول حاجة ان انا هبدأ بيها هي حاجة اسمها list list دي هو دي الاساس بتاعة اي سكريبت داينمو داينمو بيستخدم حاجة اسمها list list هي list يعني قائمة داينمو بيستخدم فكرة list انه هو بيقوم بتنظيم كل المعلومات او كل الداة اللي سواء موجودة في الريفت موديل او جاية من برا ريفت موديل او خارجة برا ريفت موديل مرورا بي داينمو فاي حاجة في داينمو هتلاقيها ان هي عبارة عن list جاية فادلوقتي هعمل مثلا ايه الاول حده في ريفت ويهرسم كذا حيطة مثلا اربع حيطان ودلوقتي الهدف اللي انا عايزة اعمله دلوقتي ان انا ابيب او انا اعمل حاجة اسمها get الحيطان دول اعايزة شوف الحيطان دول في داينمو لانا دلوقتي موجودين في ريفت لكن انا مش هابفهم في داينمو فانا ازاي هشوف الاربع حيطان دول في داينمو وبساط ان انا باجي هنا. واول شئة بالعملها ان انا باعمل سيرش او بدور على النود اسمها او بدور على النود اسمها CATEGORIES اللي احنا لسا كيفينا حالا دلوات في في دينامو داكشنر فانا في طريقتين ان انا اعمل سيرش ل دينامو نود سوائن انا استخدم اللي هو سيرش بارلي على الشمال دة واكتب اسم النودة اللي اعايزها او ان انا اعمل رايت كليك هنا واكتب برضو نفس اسم النودة اللي أنا عايزها فأنا هدلوقتي عملت رايت كليك وكتبت كاتجوريز فهو عمل اقتراح لنودز كتير جدا موجودة في داينمو بتحريني أنا أستغل نفس طريقة فأنا أختاري التانية دي ودي زي ما قلنا إن هي بتحريني إن إحنا عندنا كل بيتحريني أن إحنا عندنا كل الكاتجوريز الموجودة في ريفت فأنا هنا أختار مثلا حوائط وأختار وولز علشان عندي داينمو بفرانساوي لكن يعني الموازي لده هيبقى وولز بفرانساوي الميوخ فأنا اخترت اسم الكاتجوري اللي أنا عايز إن أنا أشوفه من ريفت هنا أنا عندي الكاتجوري اسمه وال فأنا بالتالي لازم أستخدمه هنا وال وإزاي نعرف كاتجوري الحاجة في ريفت بمجرد يعني ببساطة مجرد ما بنستخدم أو شواري بمجرد ما بن بن select أو بنختار العنصر في ريفت بنشوف هنا على الشمال الاسم بتاع الكاتجوري بداعه في الـ properties بتاعت العنصر طيب هنا أنا خلاص حددت إنه أنا عايز أشتغل مع الكاتجوري والز دلوقتي عشان أكمل لازم محتاج نود تانية اسمها اللي من نفس الكاتجوري اللي موجودة في ريفت موديل المفتوحة دلوقتي فدلوقتي خلاص أنا عندي نود لازم أعمله ببساطة إنه أنا أوصل الأوتبوت بتاعت أول نود ببساطة بدوس هنا على الأوتبوت دي وبعدين بكمل وبوصل دي هنا بالإمبوت بتاعت النود التانية فأنا بدوس هنا عكاية بكمل بوصل هنا فزي ما شايفين بمجرد إن أنا موصلت الأوتبوت بتاعت النود الأولانية بالإمبوت بتاعت النود التانية هنا أنا عندي عندي نتيجة عندي حاجات عندي حاجات ظهرت طيب أنا ليه ظهرت بشكل مباشر لأنه أنا هنا يعني سايب داينمو على نظام أوتوماتيك فبالتالي بمجرد موصلت هو فهم وقام بالعملية واجاب لي كل الحوائط اللي موجودة في ريفت دامي هنا طيب هاعمل نفس الحركة لكن من غير ما يبقى أوتوماتيك دلوقتي أنا هاوسط ها يعني همتعدون وهنزل نفس النوز تاني هاعمل سرش عن كاتجوريز وعلي كاتجوري هنا أختار وبعدين كاتجوري لكن هنا طبعا زي ما شايفين ما تدنيش أي نتيجة خالص تدني حاجة اسمها نال نال دي معناها أنه ما فيش أي نتيجة لكن عشان أخلي عشان أخلي الاسكريبت اشتغلا لازم أدوس على إكس كيوت فبالتالي داني نتيجة فدي حاجة يعني دلوقتي خلاص عرفت أنه في الريفت موضل فيه أربع حوايط وبنرجع تاني الأساسيات أنا دلوقتي بمجرد ما اختارت الكاتجوري واختارت اللي هو ما عليش الثانية واحدة المغالب بتاع بيراني الفكرة بدل ما كنت أنا أعمل حاجة كده عن طريق كود أو برمجة نصية اللي أنا عملتها بشكل مرئي أن أنا عندي الخاصية العولانية اسمها كاتجوريز والخاصية الثانية اللي هي all elements subcategories دي بيتخليه أن أنا أعمل حاجة كده بشكل سهل فدي مقدمة بسيطة مقدمة بسيطة شرحنا واجهة المستخدم الآخر حاجة نتكلم فيها في واجهة المستخدم هي packages الباكيجز دي زي ما قلنا قبل كده أنه داينمو بيجي مع نودز بشكل موجودة لكن في بعض الأوقات الداينمو ما بيوفرش النودز الكفاية لنا كمستخدمين فبالتالي احنا محتاجين حاجة أكتر تقدما وأكتر تطويرا علشان يعني تساعدنا في الشغل بتاعنا في حاجة اسمها packages والpackages دي عبارة عن يعني نودز إضافية تم تطويرها بناس محترفين في برنامج داينمو مثلا من أكتر ومن أشهر الباكيجز حاجة اسمها أو باكيجز اسمها Archilab دي مهمة جدا لأنها بتساعد المستخدم أنه هو يعني بيوصل للنتاج أسرع وبتعوضوا عن خطوات كتير لازم تتعامل باستخدام داينمو نودز في الأساسي كيف نعرف الباكيجز الموجودة وكيف نحمل الباكيجز الموضوع بسيط جدا هو من خلال القائم اللي هي اسمها package4 هنا نأتي وندوس حاجة اسمها search package في داينمو يفتح لنا وجهة جديدة أو ويندو جديدة من خلال الوجهة دي نحن نقدر نشوف كل الباكيجز المتوفرة اللي ينفع نحملها للإصدار بتاعنا بتاع داينمو ومجرد من القائمة بتفتح أن المستخدم هنا تقدروا أنك تغير التصنيف أنك تشوف أكثر الباكيج اللي تم تحملها أو مثلا بالاسم أو بعد التصريطات أو في كذا طريقة أنك تغير التنظيم بتاع الباكيجز من خلال الوجهة دي في اسم الباكيج موجود اسم المطور وآخر تحديث وعدد التحميلات وبالتالي لو دوس مثلا هنا أنت هتشوف كل الإصدارات بتاعة الباكيج اللي هي الأعديمة بتاعتها بعدين إزاي نحن نحم الباكيج فبالتالي ببساطة يعني أنا ممكن أدوس هنا على الزرار دا ومجرد ما أدوس على الزرار الباكيج هيتم تحميلها بشكل مباشر لدينامو ومجرد الباكيج ما يتم تحميلها أنا ببساطة قادر أشوفها هنا على الشمال موجودة ومجرد ما يتم تحميلها أنا قادر استخدمها قادر أن أفتح القوائم بتاعتها وأن أنا دوس على النود وقدر استخدمها بعدين دا بالنسبة ل باكيجز هل في أي سؤال بسيط ولا صعب يريد لو حد يزرد في الرسائل ممتاز طيب كويس لو ما فيش أي سؤال أنا أكمل هكذا خلاص خلاصنا الأساسيات هخش بقى مثال عملي على الشرح النظرية أنا لا أحب ونعرف أنه ممل في بعض هوقت بالنسبة لأمثال العملية أنا هحاول نعمل ثلاث أمثال مع بعض مش عارف الوقت هيا سيفنا أو لا لأن الوقت خلاص نكمل ساعة فهنحاول نشتغل على أول مثال بعدين هنشوف بالوقت ساعدنا أول مثال نتكلم عليه هو كيف نربط ملف XL ل Dynamo تمام طيب دي حاجة يعني لو على حسب يعني فعلا المكال بتشتغله فيه أو لا لكن أنا شخصيا من خبرتي XL دايما موجود مع المهندسين المماريين أو المهندسين الإنشاييين أو أي حد في مجال البناء بشكل عام XL مد يعني برنامج سهل جدا استخدامه ومفيد جدا في تنظيم المعلومات وهكذا فبالتالي دلوقتي لما بنستخدم Revit الموضوع بيجي أنه صعب أو صعب مستحيل أساسا يعني في Revit لوحده من غير المدفوعة أن أنت تقدر تدخل بفايل Excel لRevit لكن مع Dynamo نقدر ببساطة نعمل لنك أو نقدر نعمل عملية ربط لملف Excel وندخل في Dynamo وبعد كده نقدر نستخدم data أو المعلومات اللي جاية من Excel علشان نغير حاجات موجودة في Revit Model الconcept بتاع استخدام Excel بسيط جدا وسهل جدا لما نستخدم Dynamo نعمل Crypt لازم قبل نفكر في الموضوع بشكل منطقي كيف ستعمل على Script لانه الموضوع في الآخر فكرة منطق فأنا لازم أتخيل كيف ستعمل Script قبل اساسا نعمل Script في Dynamo اساسا الآن السؤال بتاعنا Excel أنا عندي File Excel موجود برا هشوف يعني هورك File Excel موجود عندي كل المعلومات اللي تخص برنامج المشروع برنامج المشروع حدثنا المعلومات اللي تخص عدد الغرف ومساحة كل غرفة لان دي حاجة مهمة جدا أغلب الملاك المشاريع اللي لازم بيحددوها قبل اساسا المشروع ما يبدأ فمالك المشروع بيحدد بيقول والله أنا عايز خمسين غرفة نوم مثلا خمسويد حمام على حسن برنامج المشروع ويقول كل غرفة وكل مساحة في المشروع بيدي لها مساحة خاصة بالبرنامج فبالتالي أنا عايز في دلوقتي من المثال اللي أنا عامله أنا عايز أشوف ال data دي عايز أشوف المعلومات دي كلها اللي هي موجودة في Excel عايز أشوف ها في Tainable ففي بداية أنا عندي File Excel ده رقم واحد لازم عندي File بعدين لازم أعمل حاجة اسمها import لازم أتعامل مع System بتاعي System بتاعي دلوقتي أنا مستخدم Windows فبالتالي أنا محتاج أن أنا أشوف الNodes اللي في Dynamo اللي بتساعدني أن أنا أتعامل أو أتواصل مع System بتاعي هنا في Dynamo على الشمال في Libriotech أو Library بتاعة النodes في حاجة سمعها Import and Export خلال الكاتجوري دا Dynamo بيدينا الإمكان نحن نقدر نحن نعمل اتصال File System أو اللي هو Windows بتاعي فأنا لو دست على Import Export بعدين File System أنا هنا هدور على النود اسمها File Path النود دي اسمها File Path بتحلي أن أنا أعمل Browse أو بحك غير أن بختار File من بره Dynamo الفايل دا ممكن يكون أي نوع File Dynamo ما بيحجرش علي أن أنا لازم تستخدم أو لازم تعمل Select لفايل بالنوع معين لا خالص أنا أقدر أن أنا أعمل Select لأ فايل طيب في الحالة دي أنا هنا عشان استخدم دي أنا لازم أدوس على Browse لازم أن أنا أشوف فولدر هنا وهعمل Select لفايل دا فكل بساطة أنا دست على Browse بعدين اخترت الفايل بعد كده دست OK كده أنا خلاص كده أنا حدد أن ده الفايل اللي أنا هستخدمه أو أن أنا عايز أشتغل عليه برقم واحد دي خطوة رقم واحد طيب خطوة رقم اثنين أنا عايز أقول لدينامو أنا عايز أجيب الفايل محدد من الباث ده الباث معناها هو الفولدر بتاعي أو المكان الربوط في الفايل بتاعي فأنا عشان أعمل حاجة زي كده عشان أعمل خطوة زي كده أنا لازم استخدم نوت تانية اسمها فايل باث فايل باث نوت فايل باث موجودة في نفس المكان بتاع الفايل سوري معايش في من نفس المجموعة بتاعة النوت دي هنا import and export أنا هدور عن النوت تانية اسمها file from path ليا النوت دي فالنوت دي محتاج input محتاج path كإمبوت محتاج مكان أو محتاج فولدر كإمبوت فأنا اللي أنا عامله أن ههوصل دي بدي فدي ثانية خاطوة إن أنا إن أنا أزغر ودخل file excel جوه دعين أنا عندي file path وال folder والتاني حاجة اسمها أنا عايز الفايل ده من path اسمها file from path دي تانية خاطوة تانية خاطوة إن أنا خلاص حدرت الفايل بتاعي أنا هستخدم بقى إي نوع اسمها import excel file دي برضو موجودة نقدر نحن نلاقي هنا في data من خلال data نقدر نحن نحن نجي حاجة اسمها import excel لما ندوس عليها هي بتدير النفس دي بتحل المستخدم إن أنت تقرى data أو تقرى المعلومات اللي موجودة في file excel خلاص إن نودي فيها هنا كذا input يعني محتاجين كذا input محتاجين كذا حاجة نوصل هنا علشان نقدر نشوف data اللي موجودة في file excel رقم واحد أنا محتاج أشوف file نفسه أو الملف نفسه فأنا خلاص الخطوة دي أنا عملتها هنا فأنا هوصل ال output file بال input file وبعدين يجب أحدد sheet name sheet name اللي هو في excel file هفتح الexcel الثاني هنا تحت خلاص لما بنفتح excel بيبقى في ممكن نحب عندنا كذا sheet في نفس excel file فنجب أحدد الشيط اللي أنا عايز أعمله import ففي الحالة دي يعني عملت double click وعملت ctrl c فأنا عملت copy الاسم لازم الاسم يكون مطابق بالضبط نفس الاسم الموجود في excel فأنا خلاص عملت copy وهقفل excel file وهرجع الثاني ال dynamo وهنا sheet name النوع ال input لازم بحاجة اسمها string string ده نوع يعني نفس النوع النود لازم تكون موجود عشان نقدر نحنا نكون بتفعيل ال input ده فعشان أستخدم عشان أكتب حاجة string أنا في نود عندي اسمها string فأنا هامل search right click وعمل search لنود اسمها string هنزلها وبعدين هامل ctrl v الاسم بتاع الشيط بتاعي ومغرض ما كتبت اسم الشيط بتاعي هوصل d excel فمباشرة dynamo بدأ يتفاعل وفتح excel بتاعي لكن طبعا ممكن يعني الموضو ده يبقى يبقى ممل أو يعني بيضايق المستخدمين انه excel file بيفتح في نفس الوقت وأنا بشتغل في dynami ففي طريق ان اقول لأ امت يعني انا مش عايز مش عايز يشوف الexcel file وانا شغال فعشان اعمل حاجة زي كده انا هنا في عندي الو الاخير اسمه show excel فلو يعني بشكل تلقائي لما بنستخدم dynami dynami بيعتبر انه مجرد منتشغل مع excel excel هيفتح في نفس الوقت لانه ازاي عرفنا الحاجة زي كده لما بتجي هنا وتقف على show excel تبا في حاجة اسمها value by default هنا مكتوبة true فtrue معناه انه هي هيظهر excel في نفس الوقت طب لو افترض ان انا مش عايز اشوف ه في الحالة دي انا لازم اعمل search لنود تاني اسمها boolean والنود دي بيتحلي ان انا يبقى عندي نوعين من الامبوت سواء true او false true معناها يعني ايوة انا اعايز الحاجة دي تتم او false معناها لا انا مش عايز الحاجة دي تتم في الحالة دي انا مش عايز اشوف excel فبالتالي انا اوصل في الاول اختار انها تبقى false بعدين هوصل دي ب show excel فبالتالي هي لانه افل ال excel في نفس دا كان excel يعني احب انه ويفتح لكن دلوقتي خلاص ما فيش data ظهرها طيب كده خلاص دي يعني الخطوة بتاعتي ان انا عملت import لفايل excel من برا داينا لحد دلوقتي علشان اشوف ال data اللي انا عملت لها import انا اقدر ان انا جي هنا كده لما بقف الماوس على النود في قائمة بتظهر تحت لما اجي هنا انا ممكن ادوس على pin وهنا دا يظهر لكل data اللي جاية من فلو فاكرين احنا احنا حاجة اسمها list دلوقتي انا عندي كل excel data اللي جاية مبرا تم تنظيمها تم اعمال import وتم تنظيمها في list موجودة في نفس list ففي عندي list وقت دي هاتي انه 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 تبدأ في zero لو عندي أي عندي مثلا دايما ببدأ بزيرو ما ببدأش من واحد فهنا هنلاقي أنه زيرو ليست دي معناه أنه هو أول قائمة جاية من إكسل فايل والرقم زيرو طيب لو فتحت الليست دي هلاقي أنه دي داتا بتاعة الإكسل فايل وأول حاجة جاية من الإكسل فايل التنظيم بتاعها برضو زيرو طيب لحد كده احنا فهمنا إزاي نعمل إمفورت الإكسل فايل من بره ريفت بعدين الداتا دي دي دلوقتي خلاص أنا ممكن أن أستخدمها على حسن طبعا استخدام أو حسب الحدف اللي ممكن أن أستخدمه دلوقتي أعمل مثال يعني أعمل مثال لكن طبعا مش هيكون عملي خالص لأنه شو ده يعني الحدف بتاع الوكشوب نارضة احنا بنشوف ازاي نعمل حد لكن دي ممكن يتم استخدامها بأي شكل احنا عايزين دلوقتي أنا أحاول أن أستخدم أول قائمة من المعلومات دي أغلبها حاول أن أختار قائمة من القوائم دي وأن أدخلها لمسلا للحيطة دي طبعا طبعا طيب فأنا دلوقتي أنا عايز أغير أو الخصائص بتاعة حاجة معينة عن طريق الداتة اللي أنا عملت لها الإمبورت من إكسل إذا أنا عايز أعمل رقم واحد إن أنا عمل حالة اسمها ترانسبوز ترانسبوز دي بتقوم بيعني شاء لابة كده من الآخر بتشاء لابة الداتة من إكسل في دينامو بمعنى بمعنى أنا دلوقتي أنا عم استخدمت الإمبورت دي دينامو عمل الإمبورت للداتة بشكل أفكي تمام؟ لكن المشكلة إنه ريفت بيستخدم أو بيفهم الداتة أو دينامو بيفهم الداتة بشكل رأسي فأنا عشان أعمل تعديل النقطة دي أنا لازم أعمل حاجة اسمها ترانسبوز ترانسبوز دي بيتيح إنها بتتغير اتجاه إداية الداتة من إكسل فبالتالي بمعنى عملت ترانسبوز أنا عندي نفس المعلومات اللي جاية من إكسل لكن التوظيم بتاعها بشكل مختلف من دلوقتي عندي مثلا زيرو ليست مثلا دي أول قائمة فيها أرقام تاني ليست فيها ممكن حروف مثلا على حسب الداتة اللي جاية من إكسل طيب أنا دلوقتي يحاول استخدام اللي هو القائمة رقم واحد دي وي يعني أنا ممكن نعملها إيه عايزين مثلا دلوقتي أنا أختار الحيطة دي ورفت في برامتر اسمها comments خلاص فأنا الهدف دلوقتي عايز أدخل يعني أربع أربع قيام أو أربع values من الليست عايز أدخلهم في الأربع حوائط الموجودين عادي تمام؟ من غير ما أمسك الحيطة في ونعمل إيه حيات كل دايب عن طريق داينموناش طيب عشان أعمل كده أنا لازم الأول أرجع تاني المسال اللي احنا عملنا اللي هو إزاي إن أنا أجيب الحوائط الأول فيه داينم عشان أعمل كده لازم أدور لي أدور على نود اسمها categories في الحالة دي برضو نفس الكلام أختار الحوائط اللي هو بتاع الحوائط بعدين هعمل all elements of category علشان أجيب كل العناصر بتاعة الحوائط اللي موجودة في الرفت model فدلوقتي خلاص أنا عندي الexcel file والdata بتاعته وعندي الحوائط اللي موجودة في ريفت والمعلومات بتاعتها برضو دلوقتي أنا لازم أحدد نوع أو اسم البرامتر اللي أنا عايز أغيرها في الحوائط عشان أعمل كده أنا لازم أدور على نود اسمها set parameter by name النود دي بتسمح لي أو بتحلي إن أنا أغير خصائص أي حاجة في ريفت باستخدام دونه فببساطة هنا أنا محتاج ثلاث inputs أول input أنا محتاج ال element اللي أنا عايز أعمله تعديل عايز أغير الخاص الخاصائص بتاعته فبالتالي أنا هاخد ال output بتاعي اللي هو في الحوائط اللي موجودة في الرفت file وهوصلها ال element تاني input بتاعي هو ال parameter name أنا لازم أحدد اسم البرامتر اللي أنا هعدل أو أغير الخاصائص بتاعتها في الحالة دي أنا هستخدم برضو ال parameter أو النود string لأنه ال input لازم يكون string بنعرف كده إزاي لازم نجي هنا ونقف على input وهنشوف إنه مكتوب string تحت على الشرع في الحالة بتاعتي البرامتر اسمها commenter أو comments أنا هوصل اسم البرامتر بالبرامتر name كده أنا فاضل عندي value اللي أنا القيمة الجديدة إن أنا هعدل بيها العنصر أو الحوائط في الحالة دي إحنا قلنا إن إحنا نستخدم أول قائمة من ال excel file لكن المشكلة دلوقتي إنها عندي قوائم كتير من excel file بالحالة دي علشان إيه القائمة اللي أنا هستخدمها من excel file أنا لازم استخدم النود جديدة اسمها get item at index النود get item at index دي بتحلي إن أنا أحدد بالضبط إيه اللي أنا عايز أختاره من كل المعلومات اللي جاية من excel file تمام؟ فأنا في الحالة بتاعتي أنا عايز أخد أول قائمة اللي هي اسمها zero list فبالتالي الاندكس بتاع القائمة دي اسمه zero يعني ده الاندكس بتاع القائمة دي أو الرقم التنظيمي بتاع القائمة دي هو zero فأنا علشان أخد أول قائمة فقط أنا عايز أخد الأوتبوت بتاعت الليست ووصلها في الانبوت بتاع get item at index فده أول انبوت بتاعي تاني انبوت أنا عايز دخل الرقم أو الاندكس بتاع الحاجة اللي أنا عايز أختارها من القائمة دي كلها في الحالة دي أنا محتاج value أو نوع انبوت اسمه integer integer دي أو يعني أو رقم دي بتحلي اننا ادخل قيمة رقمية يعني مش حروف مثلا مش اي حاجة لأ هو لازم بيبقى رقم فأنا في عندي كذا نوت بتحلي ان انا اكتب ارقام في انبوت اسمها integer ففي الحالة دي أنا ممكن مسلا استخدم دي دي نوت اسمها integer slider ففي الحالة دي أنا ممكن احرك دي كده وبالتالي هتدي لي يعني قيمة محددة أنا ممكن بعد كده استخدمها أو ممكن استخدم نوت اسمها number مثلا دي برضه في نفس الوقت أنا ممكن هنا اكتب الاندكس اللي أنا عايزه وأوصله هنا وهاديني نفس القيمة اللي أنا عايزها دلوقتي هستخدم النوت number فانا هنا عايز يعني القائمة رقم zero فانا هكتب هنا zero وبعدين هوصل دي بإندكس مباشرة دينامو اداني فقط القيمة او الحاجات اللي جاءة من excel اللي موجودة فقط في اول قائمة وي طب هلاحظ كده كمان من عن طريق total number اللي هو موجود تحت علمين هنا أنا عندي كل معلومات اللي جاءة من excel ما عايز استخدامه وحددت أن أنا عايز أعدل البرامتر اللي اسمها comments للحوائط اللي موجودة في الريفت فايل بتاعي كل اللي بقى عليه أن أنا يعني أن أنا أوصل القيمة دي بالإموت اسمها value مجرد موصل مجرد موصل دي بدي ريفت هيبدأ أنه هو يعدل المعلومات بتاعة الاربع حوائط بناء على القائمة اللي جاءة من excel قبل ما عمل كده أنا لازم أغير المود بتاعي المانيول ليه؟ دي مهمة جدا لما تشتغلوا على دينامو عادي أنه ممكن تشتغلوا حاجات دي بسيطة أننا نعمل import لداتا نحن نوصل حاجات ببعضها لكن بمجرد ما يبقى فيه خطوة زي كده إن احنا بنبدأ نتواصل مع ريفت نفسه أو نبدأ إن احنا نغير حاجة نغير قيمة أي حاجة في ريفت نفسه الأفضل دايما إنه يكون على manual mode لإنه ما هنعرفش إلا يحصل ممكن دينامو يقفل ممكن ريفت يقفل فبالتالي ممكن تحصل مشاكل كتير مش هتلحل إنك أنت تعمل سير بالشغل تحت فأنا عملت على manual وبعدين دلوقتي نحوصل item value وبعدين هعمل execute طيب كده يعني أنا حبيت إن أنا أغير المعلومات بتاعة walls لكن هنا ما مشيش يعني إداني مشكلة إداني error دي برضو حاجة تانية يعني لازم تعلمها في داينامو إنه اللون الطبيعي بتاع النود هو اللون الرصاصي الفاتح والغامل لكن لما في مشكلة في داينامو داينامو بيدي اللون اللي هو البرتقاني أو الأسفل ده بيقول لي إنه في مشكلة في البروسيس بتاعك في مشكلة في السكريبت بتاعك فأنت لازم تراجع اللي أنت عملته علشان تقدر أنك أنت تكمل الشرط دي حاجة الحاجة التانية برضو لما أمص على النتيجة هنا إداننا حاجة اسمها null أو null فنال دي معناه إنه في مشكلة المفروض إن أنا هنا هنا كنت أتوقع إنه يديني برضو نفس القوائم أو نفس قائمة الحوائط بنفس اللون بتاع اللي هو أخضر وبنفس الـ ID بتاع الحوائط علشان العملية تم تصح إزاي نعرف المشكلة نجي هنا ممكن نجي بساطة ونشوف إنه فينا رسالة بتقول إنه نوع البرامتر اللي أنا استخدمتها مش number يعني بساطة لأنه دلوقتي عندي برامتر اسمها comments فهذا نوع البرامتر بتاعي إنه بتقبل بتقبل text أو بتقبل string لكن ما بتقبلش number ولا المشكلة إنه القائم القائم اللي أنا اخترتها من Excel file دي number فبالتالي ده معنا إنه أنا عايز أغير نوع الـ data اللي جاية لي من Excel علشان إنه أقدر أقدر استخدمها في Revit file فإزاي أعمل حاجة زي كده أنا محتاج إنه أعمل خطوة إضافية ما بين دي وما بيني فدلوقتي أنا محتاج أعمل حاجة اسمها conversion from string from object دي نود اسمها string from object دي نودح لي إنه أنا أحاول لي حاجة من بره داينمو أو حتى جوا داينمو من number لتكست أو string فأنا في الحالة دي هاخد الـ item اللي القائمة اللي جاية من Excel هاوصلها ب object بعدين هاعمل execute فبالتالي هنا وين أحاول لي الأرقام حاولها لي أرقام برضو لكن نوع الـ data نفسها string تمام فدلوقتي خلاص أنا هاخد الـ output بتاعة النود دي ووصلها بال value بتاعة النود اسمها set parameter by name وأعمل execute ثاني مرة للـ script ودلوقتي الـ script اشتعل ليه لإنه الـ data اللي جاية من Excel كانت مختلفة فأنا غيرت النوع بتاعها خليتها string ودلوقتي وصلت هنا للـ value اللي هي هتعد الـ parameter اللي اسمها commentary طيب إزاي بقى نتأكد إنه الـ data فعلاً راحت للحوائط هننزل داينمو تحت ونحاول نشوف هنسلكت مثلاً أول حيطة ونشوف إنه في parameter commentary هنا هغير ايه الـ value بتاعة الـ parameter بالفعل طيب الحيطة التانية برضو ادالها قيمة مختلفة الحيطة التالتة ادالها برضو كيمة مختلفة وهكذا وهكذا فدي نهاية الخطوة بتاعتنا إن إحنا استخدمنا data game Excel واستهدفنا أربع حوائط نقودين في الـ Revit File وعدلنا قيمة parameter اسمها commentary أنا شايف إن الوقت تتأخر فهذا الوقت خلاص يعني ساعة وتلت للأسف مش هلحق إن إحنا نكمل بايل أمثلة أفضل إن إحنا ممكن يبقى فيه يعني ورشة تانية أو مرة تانية نكمل فيها بايل أمثلة علشان الموضوع يحتاج يعني شغل أكتر من كده وإن إحنا هنفتح AutoCAD وإيكاد فممكن نأخذ يعني ثلاثة أربع دقايق أسئلة وبعد كده أنا مضطر إن أنا هقفل ونكمل مرة تانية إن شاء الله طيب في أحد يقول لازم إنكداد داخل الملف إنكداد الميكرو مش فهم سؤالك يا سيد How to have a script? Which script? أعيز الScript اللي أنا عملت أعزك؟ أوكي حاضر نزل script إن شاء الله يقول لازم تانية هنشوف النظيم مع مونس عمر تقدر أنك أنت تعمل لإمتداد XL أو XL لوحده فلا هو يعني داينمو بيفهم كل الإكستينشن بالتاعة الإكسل فايل في الحالة لذلك النوع إكسل عمله شير مع مستخدين كتير فبالتالي الإمتداد بتاعه كان مختلف إن شاء الله في حد يقول Is there a way to use Dynamo with Navisworks داينمو الوحده ما ينفعش يعني السؤال أتعجبون العربي السؤال بيقول إنه ينفع نستخدم داينمو مع Navisworks لا داينمو ما ينفعش نستخدمه الوحده مع Navisworks لكن فيه package تقدر استخدمها بتقدر إنك أنت تتعامل مع Navisworks بشكل جدا في حد يتكلم عن regenerative design هو إيه البرنامج النازل معرفة 2020 سؤال ممتاز أنصحك إنك أنت تخش على ثانية واحدة ممكن بسرعة كده هعمل search ممكن تتعامل على Google search تكتب جديد 2021 وتشوف مثلا في الصور فهنا يعني بوساطة دلوقتي رفت 2021 جاي مع تحديث جديد اسمه generative design وده عبارة لو شو مش عارف شايفين بوس هلا ده عبارة واجهة مستخدم تقدر من خلالها إنك أنت تشوف كل الـ variations أو design options بتاعت المشروع بتاعك فدي ببساطة إنت يعني طبعا يعني الموضوع محتاج خبرة أكبر من كده أنك أنت هتعدل على script بحيث أن نقدر أنك أنت تستخدمه في generative design لكن مش هبقى بسهولة دي أنك نستخدم أي script dynamo في generative design محمود سعيد حالا حالا أنا مش يعني مش عارف الاسم لكن أنا خلاص أنا كتبت نوت وهحطها في في الـ presentation slide أربعات المونتش في عمر وأربعات المونتش في عمر أربعات المونتش في عمر أنا متشكل جدا لحضراتكم معلش يعني طاولت ساعة ونص المرة جاية يعني نحاول نجعل الموضوع أسرع بالتير يعني لو بقى فيه مرة تانية أنا حابب لو حد يعني لو حابين يعني لو مش عارف المنظمين هيبقى فيه مثلا هتسأله وتعرفوا أرأي الناس في الـ workshop ولأ بحيث نحن نطور لو بقى فيه مرة تانية إن شاء الله أنا بشكر حداك جدا يا مش مهندس والله إحنا استفادنا جدا من حداك وبالفعل فيه تقييم المحضرة في الفورم اللي بينزل بتاع تسجيل الحضور بإذن الله خلاص أوكي لو ينفع أنا محتاج لشوف يعني بحيث نحن نطور إن شاء الله معك أكيد طبعا أنا مش مهندس بإذن الله طيب شكرا وللا سعيدة سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر